نروح بقى دلوقتي لمقر جريدة اليوم السابع وزبلتنا العزيزة سالة حامد عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وأعتقد ما فيش صحيفة أو موقع يعني ما تحدث أو لا يتحدث عن يعني أولمبياد توكيو خلينا نعرف منها أهم هذه العنوين يا سالة صباح الخير ونصبح ليك أنا وكريم تفضلي صباح الخير طبعا برحب بيك أنا هاوند وأكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناتنا دي الأهلي في كل مكان وبالفعل هكوننا معكم النهاردة في جولة صحفية جديدة ولكن من مقرنا من مقر جريدة اليوم السابع هاخدكم في جولة سريعة حول كل الأخبار طبعا والعنوين الرياضية في الصحف اللي طبعا بتتكلم بشكل أكبر عن أولمبياد توكيو 2020 وخلاص يعني انتهاء دورة الألعاب الأولمبية النهاردة إن شاء الله ويمكننا طبعا أول خبر معنا النهاردة من جريدة اليوم السابع اليوم ختام دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 يعني خلاص النهاردة يعتبر آخر يوم بشكل رسمي ختام دورة الألعاب الأولمبية اللي طبعا مقامة زي ما كلنا شفنا في توكيو والنهاردة إن شاء الله هتكون حفلة الختام لدورة الألعاب وهتكون بدون جمهور زي ما حفلت تاح أقام بدون جمهور النهاردة إن شاء الله هيكون أيضا بدون جمهور يمكن خلاص يعني دوت الألعاب الأولمبية المقامة في توكيو تنتهي بمشاركة طبعا البعثة المصرية والإدار من خلالها طبعا الفراعينة وكل اللعيبة اللي قدر تنهيها تمثل طبعا منتخب مصر حصلوا على ست ميداليات أولمبية متنوعة منهم أربع برونزيات ووحدة ذهبية ووحدة فضية طبعا أربع البرونزيات اللي حصل عليهم هداية ملاك ويسيف عيسى في لعبة إللا تايكوندو وجيانا فاروق في الكاراتي وكيشو في طبعا منافسات إللا مصرع كمان في إللا فضية أحمد الجندي لعب منتخب خماسي الحديث وفي الذهبية في ريال أشرف طبعا في لعبة الكاراتي زي ما كلنا شفنا مبارح يمكن النهاردة إن شاء الله جيانا فاروق هي اللي هتحمل نهواند علم مصر إللا أولمبي في حفل ختام أولمبياد توكيو طبعا يمكن شفنا في حفل افتتاح هداية ملاك هي اللي حملت العلم ولكن النهاردة إن شاء الله جيانا فاروق هي اللي هتحمل علم مصر الإللامبي في حفل ختام لدورة ألعاب الأولمبية المقامة طبعا في توكيو 2020 كمان الخبر الثاني معنا أيضا من جريدة اليوم السابع ابتسام زايد لم تستكمل المرحلة الأخيرة بالدراجات وتنهي مشاركات مصر أيضا النهاردة الساعة 4 الفجر الصبح النهاردة ابتسام زايد لعبة منتخب مصر طبعا في منافسات إللا دراجات ما قدرتش النهاردة تستكمل منافسات إللا دراجات داخل المدمار طبعا ما قدرتش تستكمل المرحلة الأخيرة والمرحلة الرابعة بسبب طبعا سكوتها وأنها صدمت في حادث أمامها ده طبعا بعدما المتسابقة الإيطالية سقطت من على إللا دراجة وتسببت في سكوت العديد من اللاعبات وكان من ضمن اللاعبات دول يعني ابتسام زايد قدرت يعني ابتسام ما قدرتش ابتسام زايد أن هي يعني تسيطر على الموقف وانية تستكمل إللا مصابقة ولكن فقدت يعني توازنها وهي سقطت من على الدراجة ولم تستكمل سباق إللا دراجات وكده يعني ابتسام إزايد بتحتل المركز الثامن عشر بعد أربع جولات من السباق كمان الخبر الثالث معنا النهاردة من جريدة البيان الإماراتي أفراح العرب تزين توكيو عشرين عشرين يمكن بعد يعني طبعا توكيو عشرين عشرين والعرب كله والعالم كله طبعا كان بيتفرج يعني عاش الرياضيون العرب أفضل يوم في توكيو عشرين عشرين طبعا بعدما أحرزوا العديد من المدليات طبعا المدليات الذهبية المصرية في ريال أشرف في طبعا منافسات لعبة قراتي ويتلت فضيات عن طريق السعودي طارق الحمادي في قراتي والبحرانية كالكيدان في سباق عشر تلاف متر وأحمد الجندي في خماسي الحديث كمان حق السنائي الكتري شريف يونس وأحمد تيجان برونزية الكرة الطائرة الشاطئية وبكده يكون يعني ارتفع طبعا رصيد العرب إلى 18 مدليا بدورة الأولمبية طبعا المقامة في توكيو بخمس دهبيات وخمس فضيات وتمن برونزيات يمكن دي طبعا يعني كانت أخبارنا النهاردة ينهواند ويا كريم ويمكن كل الأخبار زي ما شفنا متعلقة بدورة الألعاب الأولمبية والمقامة في توكيو وطبعا انتهاء وحفل الختام النهاردة إن شاء الله واللي هيقام يعني فيه تمام الساعة الواحدة زهرا بدون جمهور يمكن دي طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة بشكركم جدا والآن لعودة مرة أخرى للستوديو كلمة ليكي طبعا يا نهواند احنا كمان بنشكرك جدا جدا زملتنا العزيزة سالة حامد وهانا القاسم أو القاسم يعني عندنا مرسلات شاطرين وحلوين زي الفول احنا بنختار صح فضا زي الفول لأماشاء الله عليهم بجد مرسلنا دايما متقلقين وأخبارهم كمان حلوة